اهلا بكم عزيزي المتابعين معكم الدكتور تامر النهاردة هنكمل نصايح لاطباء حديث التخرج واطباء الامتياز هندردش برضو شوية مع بعض كده ونقول نقطة مهمة خلي بالك منها دايما البس الواقيات الشخصية بتاعتك زي الماسك والفيس شيلد الحاجات دي مش غالية لكن ممكن تحميك من حاجات خطيرة جدا الكورونا جات وعرفتنا اهمية مكافحة العدوى واهمية الواقيات الشخصية والماسك مع اننا قبل الكورونا كنا معرضين لحاجات اخطر من كده بكتير زي التي بي والمينينجايتس وكل الابرسبيرات ريتراكت انفكشن اصلا كلها معدية بالرزاس لكن الكورونا جات ونبهتنا للنقطة ديه على الاقل خالص خالص لازم تبقى لابس الماسك بتاعك بي فاميليال مع العيان خليك ودود مع المريض بتاعك خليه يرتاح لك ويحكي لك كل اللي عنده وما يتحركش من حاجة خالص لان ده هيساعدك في علاجه وانت كل اللي يهمك انك تعالج المريض بتاعك وعلى فكرة انت لو بتدرس في حاجة زي الزمالات والزمالة المصرية مجرد انك تعرف نفسك للمريض وتقوله ازايك وتبقى فاميليال معاه بتاخد درجات على كده يعني دي درجات ببلاش مجرد انك تدخل على العيان تقوله ازايك يعمل حاج انا الدكتور فلاني الفلاني من مستشفى الفلاني وهكشف عليك ماشي يعمل حاج يقولك ماشي وممكن تهزر معاه كلمة كده ولا حاجة عشان تكسر الحواجز اللي بينكم كده انت بتاخد درجات وغير الدرجات انت بتستفيد ان العيان يحكي لك كل حاجة التاريخ المرضي او الهيستري بيساوي تسعين في المية من التشخيص يعني المفروض انت لو قاعد مع العيان بتتكلم معاه لو خدت منه هيستري كويس فانت بتقوم من على الكرسي عشان تكشف علي العيان وانت عرفت تسعين في المية من الحالات من قبل ما تحط ايدك على العيان فالهيستري او التاريخ المرضي مهم جدا جدا فركز مع العيان كويس وخد هيستري كويس دي قاعدة تحطها حلقة في ودنك انت امانك الشخصي رقم واحد ودي قاعدة مهمة لكل الناس في الاسعافات الاولية وكل الناس في الطوارئ عموما سواء دكتور او حتى مش دكتور مثلا لو في حدثة وفي مصاب في نص الطريق والعربيات سريعة جدا مش مطلوب منك انك تدخل وسط العربيات فعربية ممكن تخبطك لقدر الله ويبقى بدل مكانه ضحية واحدة بقوا ضحيتين انا بتكلم سواء انت دكتور او مش دكتور عيان واقع في وسط اسلاك ممكن تكون الاسلاك فيها كهرباء تيجي تشده وتتكهرب انت كمان عيان واقع في منطقة فيها تعابين فالقاعدة دي تحطها حلقة في ودنك في كل الظروف خلي بالك دايما النيورت سيفتي فرست وانت بتكتب دواء للعيان راعي الحالة المادية بتاعت العيان يعني لو شايف ان هو غير مكتدر ماديا يبقى اكتب البدائل الارخص من العلاج لكن بشرط بعدم الاخلال بالعلاج يعني مثلا لو عيان فقير وجايلك ومطلوب له دواء غالي جدا ولكنه مهمة وحيوي لحالته يبقى لازم تكتبه لان العيان ده ما عندوش حاجة اغلى من صحته ولو هو مثلا فقير وبيصرف على اسرة وهكذا فهو لازم يبقى كويس صحيا عشان يقدر يصرف عليهم فالعلاج ده مهم ليه والاسرته لكن في الاحوال العادية لو في بداء الارخص وبنفس الكفاءة وتشتغل كويس يبقى نكتبها ونراعي حالة المريض المادية لما نيجي نكتب العلاج ما تجهدش نفسك في الشغل طول الوقت ما تخليش الطب رقم واحد والاخير في حياتك لازم يبقى ليك عدد ساعات نوم كافية لازم يبقى ليك هواية خارج الطب لازم يبقى ليك وقت تصفي في زهنك لان ده مهم جدا لاتزانك النفسي انت مش قاله انت لازم يبقى ليك وقت فراغ ولازم تعيش حياتك وده بينعكس بعد كده على شغلك تقدر تركز فيه وتقدر تفيد العيان فيه وفيه برضه مقولة مهمة خليك فاكرها اللي هي انت لو مش نايم كويس واقيم دروخ وبتكشف على العيان ممكن تنسى حاجات وممكن تضر العيان نفسه فدايما خلي بالك من النقطة دي وطبعا انا ما اقصدش انك تتكاسل في شغلك انا اقصد ان وقت شغلك يبقى شغل ووقت الراحة يبقى راحة عشان وقت الشغل تبقى مركز وتبقى فاية شغلك في مستشفى كبيرة ده بيديك مهارات وخبرة كويسة جدا فلو ما كان شغلك الاساسي في مستشفى صغيرة مثلا او في وحدة صحية وعايز تنمي مهاراتك شوف اقرب مستشفى كبير قريب ليك مستشفى جامعي او مستشفى تعليمي وروح يحضر في العيادة هناك الاطباء هناك معظمهم مش هيمانع ولا حاجة وهيرحب بيك وانت مع الوقت هتاخد عليهم وياخدوا عليك ده هيديك مهارات كبيرة جدا ولو تعرف تحضر المرور معهم كمان لان شغلك في مكان صغير ده مش هيعلمك كتير وخليك فاكر دايما ان محدش بيدور عليك عشان يعلمك انت اللي لازم تروح وتدور لما تكشف على عيان وتكتب له الادوية بتاعته ما تنساش تعرفه نظام حياته ايه اللي مطلوب في المرض بتاعه ده والعلاج بتاعه يعني مثلا ياكل ايه وما ياكلش ايه يرتاح ازاي مطلوب منه ايه ممنوع عنه ايه وهكذا زي مثلا في مرض الضغط والسكر ومعظم الامراض المزمنة والقلب والدهون وكده مثلا يعني يبطل تدخين لو بيدخن يزبط وزنه لو تخين يمارس رياضة من نسبة لحالته الصحية ياكل خضار وياكل فكهة يبعد عن الاكل الحادق وهكذا الحاجات العامة دي وكل مرة تشوف ايه المطلوب منه وتعرفوله مش بس الادوية ما تكتبلوش الادوية وتقولو خد الادوية دي وروح اسرار المريض خط احمر اعتبرها ابن قومي المريض جاي لك وحكالك على اسراره عشان يتعالج عندك فالاسرار دي ما تطلعش لحد ابدا الا بموافقة المريض او لو فيه امر من النيابة بقى وقضية وحاجات زي كده لكن غير كده الاسرار دي ما تطلعش مهما كان اللي بيعمله المريض لكن انت تنصح المريض بتاعك انه يبتعد عن السلوكيات الخطأ وتعرفه ان ده عشان صحته وعشان علاجه وتداوم في الموضوع ده انك تنصحه باستمرار لكن ما تقولش اسراره دي لحد وكمان لازم تحترم المريض برغم كل اللي حكاه لانك اولا لو ما احترمتوش فهو ممكن مايرجعلكش تاني وممكن مايرحش لأي طبيب وبالتالي يضر نفسه وممكن يضر كمان الناس اللي حواليه واخيرا حافظ على الاخلاق الطبية بينك وبين زملائك الأطباء هتكلم عن نقطتين بس مثلا لو طبيب جي يكشف عندك سواء هو او اي حد من اقربه من الدرجة الاولى ما تاخدش منه كشف عيب طبعا ماينفعش النقطة التانية ما تشتمشي طبيب زميلك ولا تهينه امام المريض حتى لو اخطأ كلنا بشر وكلنا بنخطأ محدش ما بيخطأش المريض لو جاي لك وانت شفت ان الطبيب الاول اللي كان عنده اخطأ فانت وجه المريض بتاعك للصح بدون اهانة وبدون ما تشتم الطبيب الاول ماينفعش عيب برضو قل له والله يعامل حاج انا وجهة نظري ان العلاج الاوليني ده مش مناسب لحالتك بشكل كبير العلاج اللي هكتبه ده ان شاء الله هيكون احسن ويخد العلاج كذا كذا ويمش عليه كذا كذا بدون ما تهين ولا تشتم في الطبيب الاول وفي النهاية احب اشكركم ما تنساش اشترك في القناة بقى وعمل لايك وشير وشكرا لحضراتكم